اشتركوا في القناة والتي تعاني بشدة من ضغط العقوبات الاقتصادية الامريكية ضدها وهناك من يتحدث عن دبلوماسية ناعمة ربما تسعى طهران الى تمريرها عبر العراق الى الرياض وواشنطن ويشكك متابعون للمشهد العراقي بالنوايا غير المعلنة لزيارة ضريف مشيرين الى انها تأتي بهدف الحفاظ على ما تبقى من النفوذ الايراني في العراق خاصة مع وجود توجه عراقي من قبل حكومة الكاظومي للانفتاح على محيطه العربي وهذا ما لا تريده طهران فهي تريد ان تبقى مسيطرة على الملفات العراقية المهمة التي قد تنقذها من ازمتها الاقتصادية وبعيدا عن هندسة العلاقات الاقليمية يعويل العراقيون على جهود الحكومة الحالية وقدرتها في انهاء ملف التدخلات الايرانية التي لم تجلب لهم الا الخراب اشتركوا في القناة